الأخبار من الرأي أهلا بكم في نشرة أخبار الرأي وقدمها لكم علي الموسى والبداية مع أبرز العنوين الشيخ ناصر الصباح يترأس اجتماع المخطط الهيكلي للمنطقة الاقتصادية الشمالية الفضل يطالب بتوضيح الإجراءات المتخذة بشأن خلية الإخوان المصرية ترحيب مشروطة من الوزير الفاضل لمكترح البنزين المدعو دوليا قائد الحرس الثوري يحذر استراتيجيتنا قد تصبح هجومية إذا أخطأ الأعداء على خط طريق التنمية الممتدة لعام الفين وخمسة وثلاثين ترأس النائب الأول رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الاجتماع المخطط الهيكلي للمنطقة الشمالية الاقتصادية وقالت وزارة الدفاع أن الاجتماع ضم كل من وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الإسكان جنان رمضان وممثلي وزارتي الدفاع والأشغال وبلدية الكويت وجهاز تطوير المنطقة الشمالية المنطقة الاقتصادية الشمالية تعد من أبرز مشاريع رؤية كويت جديدة بحيث تصبح مركزا تجاريا إقليميا بحكم موقع الكويت الجغرافي الحيوي طالب النائب أحمد نبيل الفضل وزارة الداخلية بإصدار بيان واضح يبين الإجراءات التي اتخذت بحق الخلية الإخوانية المصرية التي تم القبض عليها في البلاد مؤخرا كما دع الفضل إلى ضرورة الإعلان عن الإجراءات التي اتخذت بحق من أدخل أفراد الخلية إلى البلاد مطالبتنا لوزير الداخلية بضرورة إصدار بيان خاص بما قالت إليه الأمور في موضوع خلية الإخوان الارهابية هناك أسئلة معلقة وفي تعامل من وزارة الداخلية بحزم لكن لم يكتمل وهذا ما كنا نحن متخوفين فيه من البداية أن تكون هناك خطوة قوية ثم ما نلبث أن تأتي الضغوط على صاحب القرار فيتردد لذلك شيء كملته أرجوكم نبي نعرف إجابته أحنا ليس فقط نبي نعرف نبي نعرف من أدخل هؤلاء إن كان متورد وكن يعني يعلم منهم ويعلم عن حقيقتهم نبي نعرف دخل من وغيرهم على وزير الداخلية مسؤولية اجتماعية وهل الكويت يسئلون إش صار على الخلية الإرهابية وإش صار على الأسعلة المعلقة بالهواء نريد الإجابة عنها نريد أن نعرف من المسئول وهل هناك خطوات أخرى وهل هناك تبليغات أخرى أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح قرارا بتشكيل لجنة تحقيق في وفاة مقيم كان محجوزا بالإدارة العامة للمرور لارتكابه مخالفة جسيمة وكانت صحيفة الرأي قد نشرت خبرا يفيد بوفاة وافد من الجنسية الباكستانية داخل حدز المرور فيما أعلنت وزارة الداخلية أن مقيما نقل إلى المستشفى إثر إصابته بوعكة صحية وفارق الحياة متأثرا بسكتة قلبية حول المقترح الذي حظي بتأييد عشرين نائبا بشأن توسعة سلة الدعوم لتشمل البنزين والذي صرح عنه النائب أحمد الفضل في وقت سابق عبر نشرة أخبار الرأي قال وزير النفطة وزير الكهرباء والماء خالد الفاضل إن أي مقترح لا يترتب على إقراره الإضرار بالمال العام أو المساس بجيب المواطن ويحقق الوفرة المالية للدولة هو محل ترحيب وأضف الفاضل في تصريح الرأي أن التعاون قائم بين السلطتين سواء خلال فترات أدوار الانعقاد أو حتى خلال فترات الإجازة البرلمانية لبحث أي مقترحات أو تصورات وذلك عبر اللقاءات واللجان الرسمية لتحقيق ما تتطلع إليه السلطتان في سبيل الوصول لما يحقق المصلحة العامة وخدمة المواطن بتعاون مع الإدارة العامة للمرور تفتتح الهيئة العامة للطرق والنقل البري بتنسيق مع الإدارة العامة للمرور فجر يوم غد مدخل جسر بطول 930 متر ضمن مشروع الدائري السادس ونصف من الطريق الدائري السادس تحديدا في الاتجاه القادم من المسيلة إلى الطريق المؤدي إلى منطقة عبدالله لمبارك وجامعة الإجدادية ودعت الهيئة مستخدمية الطريق إلى الانتباه وتوخي الحيطة والحذر والتقيد بالسرعة المحددة والعلامات المرورية قامت إدارة نظافة العامة وإشغالت الطرق بفرع بلدية محافظة الفروانية بتنفيذ جولات ميدانية على عدد من الأسواق العشوائية والمحلات التجارية والمقاهي بمناطق جليب للشيوخ والحساوي والفروانية وخيطان لإزالة كل ما يشويه المنظر العام للارتقاء بمسوى النظافة بالمحافظة وأوضح مدير الإدارة أن جميع المراكز التابعة للمحافظة تواصل تكثيف الجولات الميدانية لإزالة كل ما يشويه المنظر العام بالمحافظة مشيرا في هذا الخصوص لأن الحملة الميدانية قد أسفرت عن رفع ومصادرة كميات من الخضروات والفواكه والمواد الغذائية والأثاث المستعمل أغلقت وزارة التجارة والصناعة بالأمر المباشر واحدا وثلاثين محلا تجاريا وفق القانون المختص بقمع الغش تجاري وأشارت الوزارة إلى أن الفرق التفتيشية أغلقت المحل عبر فرقها الموزعة في المحافظات الستة حيث استطاعت ضبط العديد من المحال التي لم تلتزم بالقوانين واللوائح المعمول بها وتضمنت الإغلاقات ستة شركات مقاولات عامة وعددا من المحال والمطاعم إضافة إلى مصنع للمواد الغذائية أوضحت وزارة الداخلية أن مركبة رصد مخالفة ممنوع الوقوف ومخالفة الصعود على الأرصفة تحت التجربة وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني وجود مركبة تسير في الشوارع ومزودة بكاميرات ترصد مخالفات ممنوع الوقوف وقالت أن هذه المركبة تتبع الإدارة العامة للمرور وخاصة بتحرير مخالفات الوقوف بالأماكن الممنوعة أو الصعود على الأرصفة المبلطة وهي حاليا تحت التجربة وعضفت الإدارة أن حملة إعلامية توضيحية ستسبق تسينها للعمل في شوارع الكويت في إطار المسؤولية المجتمعية أقام معهد الكويت للأبحاث العلمية دورتها الصيفية الثانية والأربعين لطلبات الثانوية العامة والجامعة تحت عنوان صحة من بيئتي والتي نفذت فعلياتها في مطار الكويت الدولي وتهدف الدورة إلى تشجيع الطلبة على مشاركة المجتمع في نقل ما تم اكتسابه من مهارات متعلقة بمجال الصحة والبيئة يوم تطوعي اسم الحملة صحتي من بيئتي اليوم حملة تطوعية طلبة الثانوية وحبوا يشاركونهم بعد طلبة الجامعة أن نبين دور المعهد شلون ثقف أبنائنا الطلبة عشان ينقلون الصورة اللي تعلموها من الدورة التدريبية من ناحية ثقافة الصحة والبيئة ونظاهة ديرتنا أيضا طلبة عملوا مجهود جدا رائع بأنهم رح يستقبلون الضيوف اللي يعيين لكويت القادمون يقدمون لهم الماي ماي منتج كويتي منتج معهد الأبحاث أيضا المغادرون يعطونهم نصائح كثير الإنسان يحتاج كم خطوة باليوم عشان تكيب فتح عشان صحته عشرة آلاف خطوة أيضا السعرات الحرارية فإحنا يبنى عصائر فريش عشان يعطونهم إياه ويقولون لهم الحملة هدفها توعوي بأكثر من ناحية وهدفها تعزز دور خدمة المجتمع للطلبة طبعا هي توعية بيئية وصحية وتوعية في إعادة تدوير البلاستيك مع فريق أمنية تطوعي قسمنا الطلبة بأكثر من مكان صالة القادمون وصالة المغادرون وفي صالات التسوق وعند البوابات يعزز دور خدمة المجتمع عنده والمسؤولية المجتمعية تخليه يحب يعطي بدون مقابل لأنه هي أساسها التطوع طبعا هذا كله كان منهم الطوعين أحنا مجرد عطيناهم الفكرة بشكل عام أحنا أعطونا الأفكار كلها الصغيرة يعني وكله كان بمجهود منهم مجهود شخصي بالأفكار وبالتطبيع توقعت إدارة الأرصاد الجوية تأثر البلاد خلال الأيام الثلاثة المقبلة بطقس شديد الحرارة نهارا ويصبح حارا إلى حار نسبيا ليلا مع نشاط لرياح الشمالية الغربية في بعض الفترات مما يؤدي لإثارة الغبار وانخفاض الرؤية الأفقية في بعض المناطق خصوصا خلال ساعة النهار وقال رئيس قسمة التنبؤات البحرية في الإدارة ياسر البلوشي إن البلاد تتأثر بوجود حدار في الضغط والحرارة مما يؤدي إلى نشاط في الرياح المثيرة للغبار أحيانا مع امتداد منخفض الهند الموسمي وضف إن الطقس نهار يوم غد الجمعة يكون مغبرا وشديد الحرارة ودرجات الحرارات العظمى المتوقعة ما بين سبعة واربعين وتسعة واربعين درجة مئوية حذر قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي من أي اعتداء على بلاده ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية شبهة رسمية عن سلامي قوله إن إيران تتبنى استراتيجية دفاعية لكن إذا ارتكب الأعداء أي أخطاء فإن استراتيجيتهم قد تصبح هجومية يأتي ذلك فيما أكد نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس إن الولايات المتحدة لن تقف مكتوفة الأيدي بينما تنشر الميليشيات المدعومة من إيران الإرهاب البورصة تنهي أو تنهي تدولات الأسبوع على انخفاض التفاصيل في الأخبار التصادية بعد قليل أهلا بكم من جديد قال وزير المالية نايف الحجرف إنه تم التأكيد على إدارة صندوق أوبك للتنمية الدولية أوفيد بدراسة البداء للتمويلية التي لا تترتب على الدول الأعضاء يلتزامات جديدة ناحية الصندوق وعلى هامش اجتماع المجلس الوزاري الأربعين لصندوق أوبك للتنمية الدولية أوفيد أضف الحجرف إن الاجتماع أكد ضرورة إيجاد استراتيجية تضمن استمرارية عمل الصندوق في مشاريع التنموية الحالية والمستقبلية وذلك من خلال نشاطه التشغيلي وأوضح أن الكويت تقوم بدور كبير في صندوق أوفيد على المستوى الوزاري ومن خلال مجلس محافظي الصندوق وقعت وزارة المالية ونظيرتها في لوكسنبورغ بالأحرف الأولى على بروتوكول تعديل اتفاقية تجنب الزواج الضريبي ومنع التهرب المالي في شأن ضرائب الدخل ورأس المال وقالت الوكيل المساعد للشؤون المالية والضريبية في الوزارة أسيل منافي إن المواد التي تم تعديلها في البروتوكول تتوافق مع الحد الأدنى من معيار مشروع مكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح بما يتوافق مع متطلبات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمواصلة تطوير العلاقة الاقتصادية وتعزيز التعاون في المسائل الضريبية بين البلدان خاصة في التبادل التلقائي للمعلومات أنهت برصة الكويت عملاتها الأسبوعية على انخفاض المؤشر العام 12 نقطة و 15 نقطة حيث بلغت كميات تدولات المؤشر 153 مليون و 500 ألف سهم بقيمة النقدية بلغت 27 مليون و 600 ألف دينار تمت عبر 6 864 صفقة وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 8 نقاط و 20 نقطة في من خفض مؤشر السوق الأول 22 نقطة و 16 نقطة الجزائر والسانيغال متأهبان للنهائية التفاصيل بعد قليل في الصفحة الرياضية بكمار أهلا بكم من جديد أكد مدرباء منتخبي الجزار والسانيغال لكرة القدم جهزية لاعبيهما لخوض نهائي كأس الأمم الأفريقية المقرر غدا وأضح مدرب الجزار أنه يسعى لإعداد اللاعبيه كما حدث في المباريات السابقة في إطار البطولة مشيرا إلى أنه يعتمد على اللاعبين وحماسهم الكبير والحفاظ على ذلك حتى النهاية ومن جانبه أعرباء مدرب السانيغال عن الثقة بلعبيه الذين وصلوا إلى مكانة لم يصل إليها منتخب بلاده من قبل معربا عن سعادته للوصول إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية أعلن نادي يوفنتوس بطل دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم أنه ضم ما تيس دي ليخت المدافع الشاب في آياكس أمستردام مقابل 75 مليون يورو ليحسم بذلك صفقة انتقال أكثر اللاعبين على مستوى العالم الذين سعت عدة أندية للتعاقد معهم وأوضح النادي على موقعه في الانترنت أن الهولندي البالغ من العمر 19 عام أصبح رسميا لعبا في يوفنتوس لاختقاد ناديه السابق في مسيرة رائعة لقبل نهاء دور أو دور أبطال أوروبا الموسم الماضي وأصبح أحد أغلى المدافعين في العالم إلى هنا وصلنا معكم لنهاية نشرتنا لهذا اليوم وقبل الختام نذكركم على متابعتنا في موقع تويتر أتراي ميدا جروب ومشاهدة جميع ناشراتنا وبرامجنا عبر قناتنا على يوتيوب في أمار الله ترجمة نانسي قنقر